وفي تصريح خاص لمركز الأخبار بتليزيون البحرين أكد مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أن ما قامت به قناة الجزيرة من تحريض على الفتنة والفرقة وما عكسته من تحيز صريح لطرف وهجومها اللاذع على الطرف الآخر خصوصا خلال الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر قد يكون سببا لانهيار القناة وفقدان مصداقيتها على مستوى الوطن العربي استمرارية الجزيرة بنفس الاسم وبنفس الكادر استمرار هذه يعني أنا وجهة نظر المتواضعة ستذهب إلى الانتحار يعني لأنه لنترك قضية الخليج ونننظر ماذا فعلت الجزيرة في موضوع ثورة مصر والدعم الأخوان المسلمين الشعب المصري بنفسه اللي كان المفروض يعتمد على الجزيرة كفر بها ليبي نفس الشيء إذن الجزيرة اليوم أنا يعني يمكن يمكن التعنة السياسة القطرية رح تستمر الجزيرة وتستمر عن نهاجها ولكن أنا برأي المتواضع ورأي المهني أنه ما رح تكون ذو تأثير كما كانت تدعي فالأقنعة سقطت وبان من يريد الشر في المنطقة أو في بلدتنا في ديرتنا نعم أتفق أن الوهج اللي كانت تحمل الجزيرة انطفأ وقاعد الآن دجم الجزيرة يخبو بسبب مهنيتها الزائفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر